بعد دعوات من الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن المقابر الجماعية التي عثر عليها قرب مستشفى ناصر بغزة وقال الجيش في بيان له بأنه استخرج جثثا من المقابر في محاولة للعثور على رهاء أن احتجزتهم حماس في أكتوبر الماضي مضيفا أن قواته أعادت الجثث إلى مكان دفنها بعد فحصها وأكد إجراء عملية الفحص بعناية وبشكل حصري في مواقع وأشارت المخابرات الإسرائيلية إلى احتمال وجود رهائن فيها قال إن الفحص جرى بطريقة تليق بكرامة الموتى من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الجيش ارتكب ثلاثة مجازر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما أدى لمقتل اثنين وثلاثين مواطنا وليرتفع عدد القتل الفلسطينيين في القطاع إلى أربعة وثلاثين ألف ومئة وثلاثة وثمانين شخص في الجنوب اللبناني قتل شخصان هما سيدة وطفلة في غارة إسرائيلية على بلدة حانين فيما أعلن حزب الله أنه نفذ هجوما بمسيارات استهدف فيها قواعد عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا وهي أبعد نقطة تصل لها هجمات الجماعة داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة هذا وأفادت مراسلة المشهد في القدس بأن صافرات الإنذار دوت في مدينة عكا ومحيطها حتى منطقة الكريوات القريبة من حيفا تحذيرا من اختراق المسيارات هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مسؤولا في وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله والمدعو أحسين علي عزقول وعلى مسؤول آخر في الوحدة الجوية لقوة الردوان في الحزب ويدعى ساجد صرفند ذلك في هجمات وقعت خلال ساعات الليلة الماضية وفقا لبيان نشره الجيش تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان ومن صيدا مراسلتنا سارة شحادة مرحبا بكم إذن لأبدأ معك أحلام من هذه التطورات الميدانية وهذا القصف المتبادل وردود الأفعال الإسرائيلية نعم قبل أقل من ربع ساعة من الآن كانت هناك صفرات الإنذار التي دوت في منطقة الجليل الأعلى تحديدا في كريات شموني وأيضا في المستوطنات المحيطة بها وكان هذا التحذير لإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية ولكن حتى هذه الأثناء لا يوجد هناك تفاصيل حول هذا الاستهداف أو الدفعة الصاروخية التي استهدفت هذه المنطقة إن كانت قد أصابت أهدافها أم لا ولكن في الساعات الماضية كان هناك تجديد على قواعد الاشتباك وهذا بسبب إطلاق لثلاثة من المصيرات من الأراضي اللبنانية باتجاه الأجواء الإسرائيلية حيث دوت صفرات الإنذار في مدينة عكا في محيطها وأيضا على امتداد الساحل الشمالي في مدينة نهرية وذلك امتدادا أيضا إلى منطقة الكريوت في منطقة خليج حيث الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى قال بأنه استهدف طائرة مصيرة وبعد ذلك قرابة النصف ساعة كان هناك أيضا استهداف لمصيرتين أطلقتا من الأراضي اللبنانية ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه عمل على اعتراض هذه المصيرات من قبل الدفعات الجوية الإسرائيلية ولكن هناك بعض من الوسائل الإعلام الإسرائيلية التي تناقلت عن المصادر اللبنانية بأنه كان هناك استهداف لهذه المصيرات أو لمصيرات أخرى لموقع عسكري إسرائيلي يقع في مدينة عكا هذا الاستهداف وهذا التجديد لقواعد الاشتباك تحديدا بأننا نتحدث على مدينة حيفا ومدينة عكا تحديدا وأيضا في محيطها على بعد ما يقرب من 30 كيلو مترا من الحدود مع لبنان وهذا الأمر الذي جاء لي المرة الثانية بعد المرة الأولى التي كانت في شهر ديسمبر ولكن هذه المرة الطائرات المصيرة وصلت إلى هذه الأماكن وتم اعتراضها وبالتالي يبدو بأن هناك تجديد لهذه القواعد قواعد الاشتباك لسيما مع استهداف الجيش الإسرائيلي وهذا أيضا ما صرح به لقيادات في حزب الله اللبناني الأول وهو المسؤول عن الدفاعات الجوية في الحزب ويدعى حسين قز قويل والآخر هو ساجد صرافاند والمسؤول في قوات الردوان تحديدا في الدفاعات الجوية أيضا لربما هذا الاستهداف يأتي بارتباط مع الطائرة المصيرة التي تم إسقاطها قبل نحو يومين وهذا أيضا باعتراف من الجيش الإسرائيلي لإسقاط طائرة من نوع زيك هيرمز 450 بصاروخ أرض جو من قبل حزب الله اللبناني هذه ليست المرة الأولى التي تم إسقاط طائرة مصيرة طوال هذه الحرب كان هناك أيضا في قطاع غزة وفي الأراضي اللبنانية أيضا كان هناك إسقاط لطائرات هيرمز من نوع 900 نعم سارة إذن هجوم كمان لحزب الله بطائرات مسيرة وصف بأنه الأكبر هل من متابعة لسقوط هذه المسيرات على إسرائيل هل من تصريحات لحزب الله نعم آسيا هو يوم آخر من التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان حيث بدأ التوتر منذ الصباح باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في محيط بلدة عدلون وأدت إلى سقوط حسين عسقول وهو أحد القادة البارزين في المنظومة الجوية التابعة لحزب الله ردا على هذا الاستهداف على عدلون قام حزب الله حسب بيانه بتنفيذ هجوم جوي مركب بمسيرات إنشغالية أو إشغالية وإنقذاضية أيضا استهدفت تحديدا مقر قيادة لواء جولاني وأيضا سكنة إسرائيلية في مدينة عكا وأصابتها وذلك حسب بيان حزب الله لكن الجيش الإسرائيلي قال بأنه اعترض هدفين مشبهين في الشمال حتى أن بعض الوسائل العلام الإسرائيلية تقول بأنها أبعد نقطة اليوم يصل إليها حزب الله منذ بداية المواجهات في الجنوب اللبناني أشير أيضا أن هذا الاستهداف بالمسيرات الإسرائيلية اليوم على عدلون يحصل للمرة الأولى وهو يأتي مباشرة بعد إسقاط حزب الله لمسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450 فوق الأراضي اللبنانية كذلك الأمر في جانب آخر منذ قليل تحديدا تتواصل عملية رفع الأنقاض في بلدة حنين حيث أدت الغارة الإسرائيلية على مبنى إلى تدميره بالكامل وسقوط عدد من الإصابات في صفوف المدنيين حتى الآن هناك معلومات عن سقوط سيدة مع طفلة في هذا الاستهداف وجرح ستة أشخاص من المدنيين كذلك كان هناك سلسلة من الغارات الإسرائيلية اليوم طالت أيضا عيت الشعب بليدة وأطراف بلدة حولة بالنسبة للتصريحات أو للبيانات الجديدة الصادرة عن حزب الله فهو نشر عدد العمليات العسكرية التي نفذها من لبنان تحديدا بعد 200 يوم على عملية طفان الأقصى وحتى الآن هي بلغت 1637 عملية عسكرية من لبنان باتجاه الشمال أي بمجموع 1998 عملية في كل جبهات المساندة إذن ليس هناك تصريحات فيما يتعلق بالقيادة بحزب الله؟ أيضا لا تصريحات بخصوص هذا الموضوع لكن هم يقولون دائما بأن مهما حاولت إسرائيل القيام باختيال أهم قادتها فذلك لن يجعلها تتراجع في الميدان وأن القتال في الجنوب اللبناني مستمر وهو يحصل من مسافة لا تتجاوز 3 إلى 5 كيلومتر والسماء مكشوفة أمام الإسرائيليين ورغم ذلك يقولون بأن حزب الله اليوم يتمكن من تحقيق الخسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين ويؤكدون دائما أن لا فصل بين جبهة لبنان وجبهة غزة باعتبارهم أن المساندة هي اليوم لغزة وللبنان معا إذن سأعود إلى أحلام الجيش الإسرائيلي نفى قيامه بهذه العملية قيامه طبعا بدفن فلسطينيين بمقابر جماعية في مستشفى ناصر أحلام هل هناك أي تصريحات عدا عن التي صرح عنها الجيش الإسرائيلي تحت هذا العنوان؟ فعليا التصريحات التي خرجت بهذا الخصوص جاءت من قبل الجيش الإسرائيلي تحديدا بأنه هو المتهم بارتكاب مثل هكذا حفر للمقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس وبالتالي هو الذي خرج وضحض هذه الادعاءات أو هذه التقارير التي خرجت من قطاع غزة بعد المطالبة من قبل الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات دولية من أجل معرفة حقيقة هذه المقابر الجماعية لدفن النساء والرجال والمرضى والمسنين بعد العملية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس تحديدا كانت قد تركزت أيضا في مجمع ناصر الطبي الجيش الإسرائيلي يدعي بأنه بناء على المعلومات التي حصل عليها من قبل شعبة الاستخبارات العسكرية والشباك الإسرائيلي ومصادر أخرى فهذه المعلومات دلت على وجود رهائن موتى قتلوا في قطاع غزة ويتواجدون في منطقة ومجمع ناصر الطبي وبالتالي هو عمل على هذه العملية من أجل تخليص مثل هكذا جثث وحفر المقابر وأقدم أيضا على الفحوصات من أجل التأكد إن كانت هذه الجثث تتبع لهؤلاء المحتجزين أم لا وهو بالتالي ليست المرة الأولى التي يضحط فيها مثل هكذا تقارير تفيد بارتكاب مجازر أو بإبادة جمعية شكرا جزيلا أحلام عثمان مراسلتنا من القدس ومن صيدة كانت معنا أيضا مراسلتنا سارة شحادي